بفرح قوي لما ناس كتير بتقولي انت حببتنا في كندا وناس كمان كتير بتقولي انها بدأت تحضر للسفر لكندا والهجرة لكندا عشان انا حببتهم فيها كتير الكلام ده بيفرحني النهاردة هعمل فيديو عن سلبيات كندا الحاجات الوحشة في كندا الحاجات اللي احنا هنا في كندا مش بنحبها ومعظم الناس في كندا مش بتحبها ياريت الناس اللي قالت عني الكلام ده بعد ما يتفرجوا على الفيديو ويغيروش رأيوهم ويقولوا ما بنحبش كندا خليكم معانا اول سلبية معانا هي التلج والطقس والبرد والشتا والمطر والرعد والريح كل ما تقول قول فعلا الخارج بتلاقي فيه هواء جامد اوي الشتا بتلاقي برد كتير تلاتين تحت السفر ناس كتير قوي بتتعب من البرد ناس كتير انا واحد منهم انا عندي اصابة في كتفي بسبب البرد ناس كتير فعلا ما بتستحملش البرد ده وبتقدرش تعيش في الجو ده ناس كتير قوي بتيجي في البرد وتقول لك مش هشتغل مش هطلع بره البيت تقول لك انا هاعد في البيت انا هاخد اجازة مرendi انا هاخد اجازة بدون مرتب انا هاعد مش هشتغل فعلا فعلا البرد والتلك بيجيب لبعض الناس حالة اكتئاب ليه بقى؟ لأنهم بيحطوا نفسهم جوة كوقاعة جوة بيتهم لأنهم بيتعبوا فعلا من البرد الناس دي بيهاجروا بيتركوا البلد بيسفروا بره بيغيروا جو بيضيعوا شهر أو شهرين بره كندا المهم أنهم بيتصرفوا عشان يرجعوا تاني يشوفوا الجنة اللي هي موجودة في الصيف أنا النظام الصحي اللي هما بيقولوا النظام الصحي السيء وفعلا النظام الصحي أنا حطيته في الفيديو اللي فات من المميزات وقلتلكم لما جي هعمل فيديو عن السلبيات هحبط النظام الصحي السيء النظام الصحي السيء فعلا يا جماعة لأن أنت لو عايز تشوف دكتور أخصائي في حاجة معينة بتاخد موعد بتاخد ويت انجليس بتاخد انتظار شهر وشهرين 3 و 4 و 5 و 6 كمال لو عندك عملية برضو انتظار ويت انجليس شوف مع كل اللي تكلمناه عن النظام الصحي الجيد في الفيديو اللي فات بنتكلم في الفيديو ده عن النظام الصحي السيء سيء من ناحية واحدة بس اللي هي الانتظار اللي هي فعلا انك انت بتروح لرجانس لو عايز تشوف دكتور بتقعد بالتمن ساعات او 10 ساعات او 12 ساعة عشان تشوف دكتور وممكن ما تشوفش كمان دكتور لو لقوا ان الحالة بتاعتك مش ارجانس ولقوا ان انت فعلا ممكن تتأجل شوية بيقول لك طب روح في بيتك وارتاح ودي موعد هتشوف دكتور بكرة او بعده تروح بقى تشوف جنرال دكتور مش دكتور اخصائي مش اخصائي يعني مثلا لو عايز تعمل اشعة مقطعية زي حالاتي لما كنت بدور على اشعة مقطعية رغم ان كانت فعلا حالة مستعجلة ممكن تاخد شهرين وثلاثة عشان تاخد موعد عشان اشعة مقطعية بس في حاجة ايه هي ان انت ممكن تعمل كل ده في يوم واثنين وثلاثة وبسرعة جدا بس غالي غالي قوي غالي قوي 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 غالي يعني عشان تعمل اشعة مقطعية على حسابك هتعمل لها ب1500 دولار انت بتروح تعمل لها ببلاشة عشان كده بنستنى يعني انا ليا حالة قبل كده افتكرها انا كنا وحنا جداد هنا نسيت الكرت الصحي بتاع ابني وراح المستشفى كان عنده جرح بسيط جدا في دماغه ما خدش غرزة ولا حاجة ده خد كده بونط شامع كده قفلوا بيها وما ودناش ليهم الجرح لقيت الفاتورة جاية لي بعد اسبوع وعشر تيام ب1200 دولار ايه ده ليه قالوا لي عشان ديه دي ب1200 دولار المهم ولتلهم معنا كرت صحي قالوا بعت لنا الصورة من الكرت الصحي وخلاص مش هتدفع حاجة يبقى النظام الصحي سيء من ناحية الانتظار ومن ناحية انك انت لو حبيت تعمل برايفت على حسابك غالي جدا ثالث حاجة معنا هي صعوبة دخول كندا صعوبة دخول كندا كندا يا جماعة بتعتبر الدولة رقم واحد في صعوبة الدخول لها او اعطاء الفيزا مش اي حد بتعطيله الفيزا سواء سياحة سواء زيارة سواء دراسة حتى او حتى الهجرة في صعوبة الناس كلها ملحظة دي فكندا بتعتبر من اصعب دول العالم للدخول لاراضيها رغم احتياج كندا لكل الناس في مهن كتيرة جدا ان لم تكن كل المهن وكل الوظايف فيها نقص حاجة في الثلاث سنين الاخار ومع ذلك كندا بتصعب الفيزا على الناس بطريقة مبالغ فيها لدرجة كل الناس بتقول ليه كده كل الناس بتسأل ليه هي صعبة ليه بيترفضه ليه الناس كتير بتترفض فدي طبعا بتعتبر حالة سلبية من ضمن سلبيات كندا رابح حاجة معنا هي معادلة الشهادات معادلة الشهادات صعبة جدا ناس كتير قوي داكاترة سيادلة مهندسين يمكن هم دول المحامين كمان هم دول أكتر ناس بتتعب في معادلة شهاداتهم وبيجوا هنا بيلقوا صعوبة جدا خاصة لو سنه عدى 30 سنة آه 30 سنة ليه لأنه هو ما بيكونش عنده ريكافر سريع لأنه مثلا لو هو عنده لسه مخلص في بلده من سنة أو اتنين ريكافر بتاعه بيكون سريع بيكون سهل عليه المعادلة لأنه بيصعبوها كتير أنا بعرف الناس بتوقع التلات سنين وما بتخلصش سيادلة ومهندسين ودكاترة فصعوبة الشهادات دي سلبية كبيرة جدا وكمان عندهم نقص في المهن دي ونقص حد جدا نقص كبير جدا في الدكاترة عشان قلنا أن النظام الصبح سيء ففيه نقص كتير ومع ذلك بيصعبوا عن الناس السيادلة كمان عندهم نقص كتير فيه ومع ذلك بيصعبوا الناس بتقعد ثلاث سنين ويعالم في الآخر بيكمل ولا لا فيه ناس بتكمل وفيه ناس ربنا بيكرمها وتنجح بس بطلوع الروح بعد ثلاث سنين وأكتر كمان وفيه ناس بتزهق وما بتكملش وما بتنجحش وبتضطر تشتجل أي حاجة تانية وتكمل حياتها في كندا وناس تانية بتكمل وبترجع فده برضو معادلة الشهادات صعب جدا جدا خمس حاجة معنا هي قوانين الأسرة والأطفال بيدللوا الأطفال هنا بيدللوا الأطفال بحب باهتمام برعاية مش بيوجههم اتجاه معاكس لدنة زي ما ناس كانت فاكرة وناس كانت بتتكلم في كده لا خالص مش هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها بيدللوا الأطفال بمعنى أنهم بيديهم مساحة كبيرة أنهم فعلا يكون عندهم حرية ويكون عندهم رأيهم وعندهم فعلا أرأهم ويستقلوا بذاتهم ما يكونش الأباء بيفرضوا عليهم شيء ما يكونش الأباء فرضين عليهم تعليم معين أو فرضين عليهم دراسة معينة أو فرضين عليهم قوانين في البيت أو في الخروج أو في الدخول يعرفوا الأطفال فعلا أنت من حقك تعمل اللي أنت عايزه من حقك تعمل اللي أنت عايزه في أباء كتير في أباء كتير بتنضر بتنضر في القانون ده وبتنضر في الروتين اللي موجود ده وفيه ناس عندها حكمة وعندها عقل وبتماشي أمورها وبتقدر تعادل وتعمل البالانس بين بره وجوه بين المدرسة وبين البيت بين قوانين الدولة وبين قوانيننا إحنا وعاداتنا إحنا وتقاليدنا إحنا وأولادنا إحنا بيمشوا عليها لكن فيه ناس انضرت وناس قالت أن الأولاد بتتدلل بتتدلل وبيأول أولاد على أباءهم وفعلا موجود أنا مش همكر بعض الأولاد بتتدلل على أباءها بيتدللوا إزاي بحيث أنهم ممكن ممكن خروجوا يدخلوا يعلوا صوتهم يعملوا حاجات أباءهم يجي يردوا عليهم بعنف يقولك أنا هطلب البوليس فده قانون الأطفال هنا هو موجود من زمان موجود من زمان لكن فعلا بيهتموا مؤسسات بتهتم بالموضوع ده وفيه ناس بتعتبروا عامل سيء وبتقول مش عارفين نربي أولادنا لكن مش كل الناس لكن فيه ناس بتعمل البلانس وبتقدر تعادل المعادلة الصعبة زي ما بيقولوا رقم ستة الشعب الكندي يا جماعة من الشعب بتاع احتفالات بتاع سخب بتاع اجتماعيات بتاع اختلاط الشعب بيحب الهدوء والسكينة ويحب العزلة شوية فما بيختلطش بالناس والناس هنا بتتعود عن نظام ده وما بتلاقيش هنا فيه الصخب والحفلات اللي موجودة في بلدنا اللي متعودين عليها ان افراح وناس تعزمك على الافراح وناس تعزمك مش عارف على عياد ميلاد ومناسبات وده كله مفتقدين وهنا في كندا الا اذا كنت انت تعمله لنفسك انت اخدم نفسك بنفسك انت بتلاقي ده وتقدر تعمله مع اصدقائك ومع الناس وتقدر تتعرف على ناس من جاليات مختلفة جاليات عربية جاليات اجنبية كنديين ممكن تعودهم على طبعك انت يعني هي بتيجي منك انت لكن بشكل عام فعلا بنفتقد هنا للصخب والحفلات وفيه ناس بتحط روحها في كوقعة الوحدة وفيه ناس بتوصل لاكتئاب وناس بتاخد ادوية اكتئاب بس دول بيكونوا خلاص بيكون حصل لهم شيء انهم انعزلوا لوحديهم اولادهم كبروا انفصلوا موجود الكلام ده كتير ومنتشر كتير جدا الوحدة هنا بتودي لاكتئاب وظن انها كمان لو في اي بلد من البلاد الوحدة بتقدي الى الاكتئاب التعليم الجامعي اصعاره عالية جدا ايوه اصعاره عالية جدا ليه نحن هنا ككنديين كناس عايشين مقيمين في البلد من سنين التعليم الجامعي غالي علينا لأولادنا بنحس بيه بتلاقي الولد محتاج تعمله ميزانية من صغره وفعلا فيه برامج هنا في الدولة بتعمل الكلام ده وتقدر تقولك انك انت هتبدأ من الولد من صغير بتعمله مثلا صندوق اقتماني انك انت تتحوش له فلوس عشان ما يجي يدخل الجامعة ما تتعبش معاه ليه لان فعلا التعليم الجامعي غالي جدا كمان التكوين المهني التكوين المهني غالي يعني انت ما تيجي تعمل دبلومة كهرباء او دبلومة ميكانيكا بس لو انت من برا لو انت جاي من برا ما عندكش اوراق ما عندكش اقامة تكلفك حالي مبلغ كبير فوق ال 15 الف دلار عشان تدرس سنة واحدة كهرباء او ميكانيكا او او اي دبلوم مهني في مهنة معينة انت حابب تعملها فالتعليم غالي جدا التعليم اسعاره عالية دي سلبية كبيرة جدا الناس كلها اللي ما عندهم اوراق واللي ما عندهمش اوراق بيعانوا فعلا ان التعليم غالي جدا اخر حاجة معانا من السلبيات وان شاء الله يا رب ما نكونش كترنا عليكم في السلبيات هي بعد كندا عن وطننا الام بعد كندا عن وطننا الام الناس المكيمين هنا اللي هم من الوطن العربي من بلادنا بيعملوا ميزانية وبيحوشوا فلوس عشان يقدروا ينزلوا بلدهم تذاكر غالية التيكت غالي المسافة بعيدة جدا مسافة مش زي اوروبا مثلا 3-4 ساعات 5 ساعات بالكتير عشان تبقى في بلدك لا احنا عايزين 12 ساعة ده لو هنعمل من طورنطو مثلا 12 ساعة دايرك مثلا لمصر ده الا لو من هنا مافيش فهنعمل ترانزيت 5-6 ساعات في بلد تانية يعني مشوار وصفر ومكلف وميزانية فده برضو بتعتبر عامل سيء ان كندا بعيدة عن بلادنا الام انا بتكلم عن بلادنا العربية دي كتأخذ سلبية من سلبياتنا وان شاء الله يكون ما عندناش سلبيات ابدا ويتكون كل شيء ايجابيات وان شاء الله الفيديو يا رب يكون عجابكم وما يكونش احبطناكم وما يكونش فيه حد غير رأيه في الكلام اللي كان بيقولهولي في الاول ودومتم بخير وما تنسوش باللايك والشير ودومتم بخير ياهلي الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته